قدم النجم الجزائري الشاب بدر الدين بعناني أداء مميزا خلال الموسم الحالي جعله محط أنظار الجميع ودفع جمال الدين بالماضي مدرب الجزائر لإقناعه بالانضمام إلى محارب الصحراء وبالفعل ظهر بدر الدين بعناني بقميص المنتخب الجزائري في مبارتين ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية مفضلا محارب الصحراء على المنتخب الفرنسي بينما ظهرت خطة فرنسية جديدة لتطويره وحمايته فما القصة؟ خلال الموسم الحالي نجح العديد من النجوم الجزائريين في التألق بشكل كبير ولفت أنظار الجميع لما يقدموه في مختلف الدوريات الكبرى بالملاعب الأوروبية ومن بين أبرز الأسماء الجزائرية الشابة في ملاعب أوروبا بدر الدين بعناني لاعب نادي نيس الفرنسي الذي يقدم مستويات رائعة خلال الموسم الحالي ما قدمه بعناني مع نيس دفع جمال الدين بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لإقناعه بالتخلي عن قميص المنتخب الفرنسي والانضمام إلى محارب الصحراء وهو ما حدث بالفعل وظهر بعناني لأول مرة بقميص المنتخب الجزائري في مواجهتين ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية ونجح كذلك في صناعة هدف للمنتخب الجزائري وجاء اختيار بعناني لتمثيل المنتخب الجزائري على المستوى الأول رغم لعبه على المستوى الدولي في مختلف الفئات العمرية بقميص المنتخب الفرنسي وبعد التألق الكبير على مستوى الأندية والمنتخبات أصبح بعناني هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى وأصبح الحديث الأساسي للصحافة الفرنسية ما دفع إدارة النادي للتفكير في خطة لحمايته رحلة بعناني مع نيس بدأت في الموسم الحالي لكنه كان قبل ذلك أحد عناصر فريق الشباب في النادي الفرنسي ومع ظهور العديد من التقارير للحديث عن اقتراب رحيله قرر دي 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 جار مدرب الفريق الفرنسي حمايته وتطوير مستوى بشكل خارق مدرب نادي نيس أكد أنه قرر تصعيد النجم الجزائري للفريق الأول بفضل قدراته الفنية التي أظهرها مع فريق الشباب وأنه مؤمن تماما بما يقدمه منذ تصعيده للفريق الأول وأضاف مدرب نيس أنه رغم ذلك لا يجب أن يتعرض للضغط بشكل مفاجئ كونه أصبح نجما أساسيا في الفريق في ظل صغر سنه والذي لم يتعدى حتى الآن ثمانية عشر عاما مدرب نيس صمم أنه لن يضع بعناني تحت الضغط المرافق لعالم الاحتراف وسيواصل حمايته ومساعدته للوصول إلى القوى الذهنية اللازمة لمواجهة العقبات التي ستقابله وعن قدرات النجم الجزائري الفنية أكد دي جار أنه أصبح عنصرا أساسيا بفضل الفارق الذي يصنعه بمهارته وسرعته كما أنه يستمع وينفذ النصائح والتعليمات بدقة كبيرة وخلال الموسم الحالي ومنذ صعوده للفريق الأول خاض خمس عشرة مباراة وقدم خلالها ثلاث تمريرات حاسمة بينما خاض مبارتين دوليتين مع المنتخب الجزائري